مرحان محمد وراثة بوسرحان القضية دلدت من الأرض دلدت منطقة عين الديال وأنفا في 156 قطار أجدنا كحرطة الرملة كورنيش وعين الديال في 1900 لما جاءت الحماية الفرنسية لقوا كحرطة أنفا سيبرير وعين الديال شدو تيترمير دلدت هذه الأرض كلها وداروا على اسمه في الكاداس أجل الملكي لديه تكلّات الملكي وفي عقد الشراء وفي التنازل الوراة ممن أريد أن نBR سنجد جميع الأبواب مسدودة لا يجعلنا محافظة لا يجعلنا هي أسر ولاية الدربدة لا يجعلنا مجموعة الحضارية لا يجعلنا جميع أبواب دقيناها حتى واحد ما بغي يجاوبنا مني كان نجي نديروا البحث دينا على هد الأراضي هدي كان لقوها شدينها وناس سامون نعم عدنا ملكية وعدنا حجاج فأهد جدنا مني جاة الحماية الفرنسية لدرجات عدنا واحد الوثيقة المقيم الفرنسي طلب من جدي يطراف أعلى واحد جوج ميتر والواحد سيد اسمته بن كيران بن كيران دي الألف وتسعمية وبقى جدي معاهم في المحاكيم الوقت منين أتتوا المانية خرج الحكم لصالحه يعني ديك الوقت من الف وتسعمية لثمانين كنا نحن كان حرثوا ديك العرض نحن كان نتصرفوا في ديك العرض ومعروف هنا وعدنا الجهود والعالم كله كيعرفنا ولكن جميع مار بقى كي عمر علينا البني بقى كي عمر علينا حتى بقت عدنا واحد الوقتار اللي بقينا باركين فيه مجرد مدازة آف وتسعمية وتمانين ودخلت آف وتسعمية وتسعين جاء المخزن هزنا من ديك المنطقة اللي هي الدوليز وحطنا في كاريان مسعودي حنا مني كان نجي ونشوفوا ديك كاريان مسعودي كلقوا توا داخل بيريمتر الملكية دينا لأن مني كان نجي و كنديروا البحث دينا كلقوا الأراضي والتيترات اللي هي ديال جدنا شكون اللي حط عليها يبدو كالقوزراء برلمانيين مستشارين الجيش الأمن وقوضات ودرنا فيديوهات ونشدنا جلالة المالك والحمد لله جلالة المالك جاوبنا في الخطابة التانية دياله بناءا على الخطابين السامية ديالجلالة المالك كيقول بي أن صعب نزع الملك يرضو لهم الأراضي ديالهم والتعويد وعوضوهم بالتمن ديال اليوم وإحنا باقي كان نمشي وكان ندقوا أي باب تاوحد ما كي يجاوبه نطالبوا بيسترجاع الأرض المغتصبة من طرف الدولة والأرض يلبو سرحين الدولي المزيون